اطلقت الدكتورة هالا زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء خالد عبد العال محافظة القاهرة صباح يوم الأربعاء 1 يوليو 2020 المبادرة القومية لتطعيم الأطفال الذين لم يسبق لهم التطعيم بأي جرعات من لقاح شلل الأطفال المعطل بالحقن وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن التطعيمات الروتينية الأجبارية الخاصة بتطعيم شلل الأطفال كانت تعطى فمويا حتى أوصت منظمة الصحة العالمية عام 2016 باستبداله بالتطعيم الفموي ثنائي التكافؤ مع إضافة جرعة التطعيم بالحقن وتعطى للمواليد عند الشهر الرابع من الميلاد تبقى لتوصيات منظمة الصحة العالمية وأوضح بيان أن مصر لم تستطع أن تحصل على حصتها من لقاح شلل الأطفال بالحقن عند إضافة للتطعيم عام 2016 مشيرا إلى أن زيارة الدكتورة هالا زيد المتتابعة إلى كل من منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للقاح والأمصال بمدينة جينف ساهم في حصول مصر على حصتها المفقودة من التطعيمات في ظل ظروف النقص العالمي وأن المبادرة التي أطلقتها الوزيرة تستهدف ستة ملايين طفل من مواليد 1 يناير 2016 وحتى مواليد الثاني والعشرون من شهر مارس 2018 الذين لم يتم تطعيمهم بلقاح الحقن بعد إضافته لتطعيمات شلل الأطفال عام 2016 لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تنطلق تلك المبادرة في شهر إبريل الماضي لو لا جائحة فيروس كورونا حيث بدأت وقتها في محافظات شمال سيناء والشرقية والفيوم والوادي الجديد والبحيرة مؤكدا أن استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر بشكل كبير ساهم في إطلاق الحملة في كافة محافظات الجمهورية بشكل آمن وأضاف الدكتور على إعيد رئيس قطاع الطب الوقائي أن المبادرة مستمرة في الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة على مستوى محافظات الجمهورية للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء